بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني طلبة سندرس في هذه الشريحة معيار التقارب لطريقة التقريب المتتالي أو طريقة الفيكس بوينت لكي يكون اختيار دالة التكرار GX موفقا سنبين معيار التقارب لطريقة التقريب المتتالي بفرض أن المشتقة الدالة G مشتقة دالة التكرار هذه محدودة على المجال الذي يحوي على الجزر التام X موجة بالإضافة إلى جميع القيم XI إذن على مجال يحوي X موجة وكل القيم XI عندها فإننا نستطيع أن نكتب G شرط XI أقل من أو يساوي إلى M إذن بما أنها محدودة فأستطيع أن أكتب أنها أظن أو تساوي سابت ما موجب M بصورة عامة فإن XI زائد 1 ناقص XI بالقيمة المطلقة أقل من أو يساوي M XI XI X1-X0 الآن لكي تكون طريقة التقريب المتتالي متقاربة فإن الطرف الأيسر في المتبعين الأخيرة يجب أن يكون صغيرا جدا من أجل القيم كبيرة لـ I من جهة أخرى أستطيع أن أجعل الطرف الأيسر ينتهي للصفر إذا جعلنا الطرف الأيمن صغيرا جدا إحدى الطرق لقيام بهذا نجعل أن نأخذ السابت M يكون أقل من الواحد أقل تماما من الواحد ومنه فإن M XI إذا كانت M أقل من الواحد تنتهي إلى الصفر من أجل قيم كبيرة لـ I بكلام آخر من الممكن أن يكون التقريب المتتالي متقاربا حتى عندما تكون M كبيرة لكن إذا كانت M أصغر من الواحد فإن التقريب المتتالي يجب أن يكون متقاربا ونقول أن الشرط M أقل من الواحد كافيا لإثبات التقارب ولكنه ليس ضروريا يكفي أن نبين أن المشتقة بالقيم المطلقة أقل من M والM أقل من الواحد ومن أجل جميع قيم X في المجال الذي يحوي على XI وعلى القيمة التامة أكثر من ذلك إذا كانت الجي فتحة قريبة من الصفر فإن في المجال المغلق فإن التقارب متتالية التقريبات يكون سريعا جدا إذن إذا كانت القيمة المطلقة للجي فتحة اللي هي أقل من الواحد ولكن قيمتها قريبة من الصفر فإن سرعة التقارب سيكون سريعة جدا أما إذا كانت قيمة المشتقة هذه قريبة من الواحد فإن تقارب متتالية التقريبات متتالية يكون بطيئا نوعا ما وهذا ما شاهدناه في المثال الذي حليناه في الشريحة السابقة اللي كان X تربيع نقص 5X زائد 4 يساوي إلى 0 عندما أخذنا X يساوي GX بهذا الشكل وأخذنا التقريب الابتدائي كان X0 يساوي 2 طبعا هنا لو أخذنا المشتقة للGX هي 2X على 5 الآن نجد أن المشتقة تأخذ القيمة 4 على 5 وهي أقل من الواحد من أجل التقريب الأول اللي كان X يساوي 2 اللي اخترناه في المثال السابق وبما أن الأربعة على 5 قريبة من الواحد ولذلك كانت سرعة التقارب في المثال السابق كانت بطيئة نوعا ما كما وأن المتباينة القيمة نطلق للG فتح X أقل من الواحد هذه محققة من أجل قيم X التي تحقق X محصورة بين السالب 5 على 2 و5 على 2 ولهذا يكون من السهل إيجاد الجزر الحقيقي X يساوي الواحد هذا اللي وجدناه في المثال السابق أما لنتحدث الآن عن الجزر التام الآخر أما لإيجاد الجزر التام X يساوي الأربعة أخذنا التقريب الأول كان X1 يساوي الخمسة لكن لو شفنا نرى أن الأربعة والخمسة كلاهما خارج هذه الفترة كلاهما خارج الفترة التي تحقق المتباينة التي يتحقق من أجل الشرط لأن G فتح أقل من الواحد وبالتالي إنهما يقعان في الفترة التي تحقق أن G فتح أكبر من الواحد ولهذا فإن طريقة تقريب متتالي كانت غير متقاربة في هذا المثال هناك القليل من الأمثلة فقط التي يتحقق فيها تقارب طريقة متتالي عندما يكون G فتح أكبر من الواحد G فتح بالقيم المطلقة أكبر من الواحد الآن إذن طبعا مواحد ما بدي عدي على التكهن أنها أكبر من الواحد وأجرب هل هي متقاربة أم لا عندما أرى أن المشتق أقل أكبر من الواحد أتوقف وأغير دالة التكرار فمثلا من أجل إيجاد الجذر الثاني للمعادلة هذه نختار دالة الجي إكس جديدة لذلك نضيف X إلى طرفي المعادلة إذا ضفنا لطرفي هذه المعادلة X فنحصل على X يساوي X تربيع نائس 4X زائد 4 ونسمي هذا هو الجي إكس إذن لنختار الجي فتح يساوي 2X نائس 4 الآن وباختيار القيمة X1 يساوي 0 نجد أن الجي فتح يساوي السالب 4 واضح أن الجي فتح أكبر من الواحد عندها يكون المشتقة يساوي إلى الأربعة ومن أجل X يساوي الأربعة لنختار X1 يساوي الصفر نحصل على X2 يساوي 4 زائد 4 يساوي إلى الأربعة طبعا نحن لن نعتمد بشكل دائم على ضربات الحظ هذه بالصدفة طلعت معنا بهذا الشكل ووصلنا إلى الحل مباشر بأول خطوة لن نعتمد دائما على ضربات الحظ في اختيار التقريبات الأولية لذلك سنعتبر بشكل عام أن تحقق الشرط هو أساسي على المجال المغلق هو شرط كاف وأساس لتقارب طريقة التقريب المتتالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته